اشتركوا في القناة عزا ولعل هذه لطيفة قد يكون قصدها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالعفو لا يزيد من يعفو الا عزا لا يريد لا يزيد من يعفو الا عزا لان من ينتقم وتنبه لذلك من ينتقم ممن اساء إليه ماذا يريد بالانتقام من ينتقم ممن يسيه إليه ماذا يريد بالانتقام يريد العز يريد العز ما يريد أن يكون ذليلا يساء إليه يظلم يبغى عليه فيريد العز فينتقم منه طلبا للعز لكن من عفى من عفى وإن كان صورة العفو في الظاهر صورة العفو في الظاهر نوع من الذل إلا أنها هي العز حقيقة إلا أنها هي العز حقيقة ومن يعفو عن الناس في أي مقام في أي مقام مهما كان المقام لا يزداد بالعفو إلا عزا وليتنا والله نعقل ذلك لا يزداد بالعفو إلا عزا أما إذا عمل على الانتقام فهذا العمل الذي هو في الظاهر يطلب فيه العز لا يكسب عزا بل لا يكسب العز إلا بالعفو ولا يزداد عزا إلا بالعفو وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا يعني أن العفو كلما كان من العب زاد عزا ورفعة وتوفيقا لأنه عمل يحبه رب العالمين يكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم